موسيقى سلطات الإدارية بولايتي البراكنا وتلارزة تواصل جهود مؤازرة وإيواء المتضررين من فيضانات النهر موسيقى مصالح الصحية في ولاية جيديماغا تكثف جهودها الهادفة إلى تصدي لحم الملاريا موسيقى أهلا مرحبا بكم نبدأ نشرة الولايات بنافذتنا اليومية المواكبة لشهود مؤازرة المتضررين من ارتفاع منسوب مياه النهر في ولايات الضفة لكن بعد الفاصل موسيقى ترأس والي غورغور صباح اليوم في مدينة كيهايد اجتماع اللجنة الجهوية المكلفة بتسير الطواري والازمات وقد ناقش الاجتماع وضعية منسوب النهر ومستوى الخدمات المقدمة في مراكز الهواء واتخاذ تدابير الخاصة بإعادة بعض الأسر إلى أماكنهم بعد تراجع منسوب ارتفاع المياه تقييم العمل الميداني ومستوى انعكاسات تدخلات على الأسر المتضررة من فيضانات نار سنغال والإجراءات التي يجب اتخاذها بعد بدء حصار المياه وتراجع المسوب عن بعض المناطق كانت أبرز النقاط التي تركز عليها اجتماع اللجنة الجهوية لتسير الطواري والازمات في ولاية غورغور والذي عرف مشاركة كافة القطاعات الوزارية والمتخبين ومثل بعض المنظمات الدولية العاملة في الولاية ولي غورغور أعلن عن بعض الإجراءات التي سيتم اتخاذها قريبا من أجل مساعدة الأسر في مركز تيفوندسيف الإداري والتي تراجع منسوب المياه عن منازلها في العودة مع تكفر دولة بتهيئة كافة ظروف هذا المساء لا يتقود لجنة من أعضاء اللجنة الجهوية للطواري لا يتنقل شور مدينة تيفوندسيفة ولا يتقبض إن شاء الله الإحداثيات الأماكن التي فيها المياه من أجل سحب المياه عن ذلك الأماكن ومن أجل دعم ذلك الطرق البينية التي بين المدن بطربة صلبة إذا كان المرور عليها وتسهل كذلك لا نقوم بعملية ضخ ورش ذيك المياه من أجل تخفيف من آثار البعض ونظروا إن شاء الله هنا بدء قبل نهاية الأسبوع باتخاذ كافة الإجراءات التأمين عودت لك المواطنين اللي راجع من المواطنين على مستوى المدينة هو على أنهم يرجعوا لحياتهم الطبيعية يمارسوها بشكل طبيعي وعلى أن التلاميذ يرجعوا لمدارسهم ويرجعوا لإعدادياتهم وثانوياتهم على اعتبار على أن الدولة بتكفدة بتقبض كل الإجراءات الملائمة لإعادتهم في ظروف جيدة وحول وضعية مراكز الليواء الأخرى في توكومادي ومقامة أكدت اللجنة الجهوية استعداد الدولة لتهيئة أماكن صالحة لسكن في إطار جهود سلطات العمومية الرمية للقضايا على ظاهرة تقر الهوضوي مناطق الإيواء فيها مناطق التي تم تأهيلها للمواطنين حسب رغبة المواطنين ومدى استعدادهم للطلبات التي قدموا على اعتبار على أن تعدلهم تجمعات سكنية ملائمة بهذه بعض القرى التي كانت قرى هامشية سكانها محدودين في أماكن غير صالحة لسكن هذه نحن نجبره على أن أكثر الفائدة على أن نعدلهم تجمعات سكنية قابلة للحياة توفر فيها جميع المرافق الصحية توفر فيها المياه الصالح للشرب توفر فيها المدارس توفر فيها الأمن وكذلك تقريبا من الطرق المعابدة التوجه العام للدولة هو إنشاء تجمعات كبيرة أكثر من 500 ساكن توفر فيها جميع المرافق الأساسية والمرافق الحيوية وخلال هذا الاجتماع تم تطرق لمستوى تضرر المساحات الزراعية مع اتخاذ قرارا بتهيئة ظروف لشروع في إحصاء المزارع المتضررة وتقييم مستوى الخسائر التي سببتها الفيضانات محمد علي سالك لقناة الموريتانية مدينة كيهيدي تفقد والي البراكنة أمس عددا من المناطق المتضررة من الفيضانات في جنوب الولاية شملت زيارة الأحياء التي غمرتها السيولو في مدينة بوغي ومراكز الإيوائي في مقاطعة يمبان وبابابي جولة جديدة لوالي البراكنة محمد السالك في المناطق المتضررة من الفيضانات جنوبية الولاية بدأ والي البراكنة زيارته الاستطلاعية من مقاطعة بابابي حيث عاين الأوضاع العامة لدى المتضررين ومستوى الخدمات المقدمة بمراكز الإيواء متحدثا إلى المواطنين داخل المخيمات حول المشكلات المطروحة لديهم وظروف إقامتهم قبل أن يتجول في قرة وتي يتابع لبلدية آيرنبار ويطلع على حجم الأضرار ومستوى التدخل بها وفي مقاطعة تنبان أدى الوالي زيارة لمدينة تنبان مكنته من الاطلاع على مستوى ارتفاع منسوب مياه النهر ومعاينة الأحياء التي غمرتها المياه وداخل مركز الإيواء في بلدية باقودين أطلق الوالي رفقة السلطات المحلية في مقاطعة تنبان عملية التوزيعات النقدية التي تنفذها مندوبية التآزر لصالح الأسر التي تم ترحيلها إلى هذا المخيم المؤقت نحن صرنا مراكز الإيواء في بابابي مركز إيواء في دارتو عبدالله فيه 20 أسرة مرحلة ومركز إيواء في الملعب البلدي فيه ما يزيد على 30 أسرة ممليهم في المركز البلدي في بابابي نظرنا هذا المركز الإيواء واللي في تابع البلدي جبروا الخيام وجبروا بعض المعؤنات التي تقضي دولة عادة في النوع من الأمور بما فيه الدعم اللي عدتها اللي عدت عاثر متوفر لهم المياه متوفر لهم الطب متوفر لهم كل أمور كاملة اللي خاص لنا يقدوا اللي لا بدالهم بعض لا بدالهم منها خلال جولته في جنوب الولاية صحبة رؤساء المصالح الفنية والخدمية بالولاية في مدينة بوك عين الأحياء المتضررة من السيول وبالمناطق المزورة تم تقديم العديد من المستزمات اللوجستية الضرورية لصالح المواطنين المتضررين إضافة إلى الخدمات الأخرى التي يجري توفيرها يوميا داخل مخيمات الإيواء عبدالردود السدنة الموريتانية مدينة بوك في ولاية ترارسة أدت اللجنة الجهوية للطوارئ برئاسة الوالي محمد والأحمد مولود مسامس زيارة تفقد وطلاع لوضعية المواطنين المرحلين في مركز الإيواء بقرية البزولة ذلاذة التابعة لبلدية الكصيبة وقد وصل عدد المرحلين إلى هذا المركز بيئة وسبعين أسرة منذ بداية ارتفاع منسوب مياه النهر وخلال زيارة طلع الوالي والوفد المرافق له عن قرب على أحوال المرحلين وظروف إقامتهم وقد أعرب المتحدثون باسم هذه الأسرة عن شكرهم وامتنانهم لفخامة رئيس الجمهورية سيد محمد والشيغ الغزواني على العناية الفائقة التي يحيطوا بها مشهدنا بظروف إقامتهم المؤقتة في مركز الهواء وبعملية الترحيل التي باشرتها وحدات من الجيش والبحري الوطنيين بالإضافة إلى فرق من المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات مذمنين التعاون الذي لمسوه من طرف جميع القطاعات المعنية لدارية والعسكرية والأمنية والمنتخبين المحليين وطاقم الطبية التي ترابط في الميدان الزيارة شملت أيضا الوقوف على مسار النهر حيث لاحظت اللجنة الجهوية للطوارئ أن وضعية النهر مستقرة بالنسبة لمقاطعة تيكان وفي تراجع بالنسبة لمقاطعة روسو مما يبشر بانفراج قريب وعودة المياه إلى مجاريها نهاية النافذة نلتقي بعد قليل أعقدت اللجنة الجهوية لليقظة في ولاية الحوض الغربي اجتماعا ترأسه والي ولاية أحمد ممد كلي وذلك من أجل تسريع عمل اللجنة والنهوض بالعملية التربوية عن طريق متابعة مجرياتها بما يضمن الوصول إلى نتائج ملموسة وفي نفس السياق أدى الوالي رفقة أعضاء اللجنة زيارة لمدرستي أتيلا والسعد رقم الثلاثة وطلع على مستوى حضور الطواقم التدريسية والتلاميذ وحث الجميع على ضرورة إنجاح جهود المدرسة الجمهورية مؤكدا أنها تحظى بعناية خاصة من السلطات العليا في البلد لما لها من دور في غرس العلوم والمعارف في نفوس الناشئة ودع الوالي أبا تلاميذي للقيام بدورهم في الاهتمام بإنجاح العملية التربوية عن طريق العناية بالأبناء وإبداء العراقيل لإيجاد حلول لها في الوقت المناسب وفي ختام الزيارة أدلى الوالي بتصريح بيّن فيه أهداف ومرام الزيارة اليوم بزيارة عدة مدارس رفقة اللجنة الجهوية لياقظة مدرسة تجمع أتيلا وخصارة ومدرسة سعد ذلاها الموجودة في حي العرقوب هذه الزيارة تندرج في إطار توجيهات سامية لفخامة الرئيس الجمهورية الرامية إلى الحرص على المتابعة الدائمة للعملية التربوية من خلال زيارتنا قلنا تفاقد سير العمل في الفصول في الفضاء المدرسي وزيارة الإدارة القائمين على سير العملية التربوية من خلال هذه الزيارة انتهزنا الفرصة لتثمين دور وكلاء التلاميذ في العملية التربوية كما تعلمون التلميذ عنده ستة سوائع يوميا في المدرسة المهم لنعود فيهم ربط أكثر بين المدرسة والمحيط الاجتماعي للتلميذ نختار من اللي نعبرهون أن الناحية مهمة هي الحفاظ على هذه الفضاءات المدرسية جعلها أكثر تياح للتلميذ حضر والي تكانت الطيب المحمد محمود صباح اليوم رفقة السلطات الإدارية والأمنية في الولاية رفع العلم الوطني بساحة مدرسة المبيذيع في تشكجا وزار الوالي مدرسة الزيرة وتحدث فيها مع الطواقم التربوية وحثهم على احترام وقت الدوام الرسمي وإلزام التلاميذ في الزي الرسمي ولتكانت أكد أن هذه الزيارات تأتي ضمن جهود التفقد الدائم لسير عملية التدريس ومواكبة الإصلاحات التربوية في طار الحرص على متابعة سير السنة الدراسية الحالية قمنا اليوم بزيارة لبعض مؤسسات تعليمية لنأكد هنا لأن الانطلاقة هذه السنة كانت من حيث الحضور التلاميذ ومن حيث حضور أيضا الطواقم التربوية بصفة عامة كانت انطلاقة نعتبر على أنها متميزة وذلك بفعل طبعا الجهود الكبيرة التي تم بذلها والتعليمات التي أصدر فخامة رئيس الجمهورية بهذا الصدد من جهة نختار نحث الآباء على مسلتين أساسا الأول منهم واكبة الأبناء بعد عودتهم من المدرسة الثانية ضرورة اقتناء اقتناء زي المدرسي الدولي شيري إدريسا دامبا كوريرا صباح اليوم وزيارة تفقد وطلاع للمدرسة رقم سبعة بمدينة يكجوجت حيث حضر ربع العلم واستمع للنشيد الوطني قبل أن يقوم بجولة داخل مختلف الفصول المدرسية وأكد الوالي ضرورة متابعة سير الدراسة ومراقبة حضور التلاميذ والمعلمين على حد سواء كما طالب أباء تلاميذ بمراقبة الدروس المقدمة للتلاميذ وحثهم على المراجعة في المنازل مع تشكيل فرق مراجعة جماعية تمكن التلاميذ من فهم الدروس ورفع روح التنافس الإيجابي بينهم بمراقبة وعيد التلاميذ والحمد لله لاحظنا حضور التلاميذ بالفصل وحضور أيضا كل المعلمين ونحث الجميع على بذل الجهود من أجل إنجاح السنة الثالثة من المدرسة الجمهورية كما نحث أباء التلاميذ على مراقبة التلاميذ عند رجوعهم إلى البيوت والتزام أيضا بالمراجعة وخاصة المراجعة الجماعية ونحث أيضا المعلمين على التزام بالمنهج الدراسي وعدد الساعات لكل معلم وحتى نتمكن من متابعة المنهج قبل نهاية السنة الدراسية ونحث أيضا الجميع بمضاعفة الجهود لأنه متابعة ومواكبة المدرسة الجمهورية التزام على الجميع وواجب أيضا على الجميع وبالتالي يجب كل واحد مننا أن يقوم بدوره كما ينبغي حتى تنجح المدرسة الجمهورية نظمت رابطة وكلاء تلاميذ بثانوية امتياز مسامس بمركز المعرفة بمدينة واذبو نظمت حفلا تكريميا الطاقمي التربوي والمتميزين من التلاميذ بهذه المؤسسة التعليمية بإطار والطاقم التربوي بثانوية الامتياز بنواذبو يأتي هذا الحفل لتكريم المتفوقين من التلاميذ في العام الدراسي بمبادرة من رابطة آباء التلاميذ بهذه الثانوية وقد شمل التكريم المتميزين من تلاميذ الثانوية وطاقمها التربوي تذمينا للجهود التي بذلوها في مجال إيصال المعلومات والتحصيل المعرفي يسعدني أن أكون معكم اليوم لدعم وتشجيع هذه المبادرة المنظمة من طرق رابطة وكالاء تلاميذ ذانوية الامتياز والهادف إلى تكريم الأساتذ المتميزين والتلاميذ المتفوقين بهذه المؤسسة التي حققت نتائج مشرفة بفضل تفاني طاقمها التدريس في العمل وجدية إدارتها وجائزية واستعداد مكتب أولياء التلاميذ بالمؤسسة إن تزامن هذا الحق مع انطلاقة السنة الدراسية الجديدة يدفع إلى أن أذكركم جميعا بالأهمية التي يحلى بها التعليم لدى السلطات العبرياء وندعوكم إلى المساهم كل من موقعه في تهيئة الظروف المناسبة لنجاح المدرسة الجمهورية رابطة آباء التلاميذ بذانوية الامتياز أوضحت الأهداف العامة لهذا التكريم في تشجيع التحصيل المعرفي وخلق جو للمنافسة من أجل الخلق والإبداع الإدارة الجهوية للتربية وإصلاح نظام التعليم والناطق باسم أساتذة ذانوية الامتياز نوهوا بأهمية هذا التكريم في تشجيع التميز والتحلي بالجدي والمذابرة مريم محمد الموريتانية نواذب إلى ولاية قدماء غاحظ يستقبل قسم الحالات المستعجلة بمركز الاستطباب الجهوي بسيل باب عشرات المرضى الذين سجلت من بينهم حالات إصابة بحمى المالاريا وقد استدعت هذه الحالات اتخاذ جملة من الإجراءات الصحية لسيطرة على الوضعية الوبائية في المستشفيات في مركز الاستطباب الجهوي بمدينة السيلباب وفي ظل تشخيص حالات موجبة من حمى المالاريا خلال الفترة الأخيرة تتخذ الطواقم الطبية جملة من الإجراءات للحد من ارتفاع المنحل الوبائي وتقريب الخدمة الصحية من المراجعين نستقبل جميع الحالات لأنواع الحمى والردود وكل أنواع الأمراض وفي هذه الفترة في ذات ما لنا فترة الخريف نستقبل الحمى كثيرة وأغلبتها الحمى تكون حمى مالاريا يوميا نستقبل من 6 حالات إلى 10 حالات يوميا فيما نحتاج الحجس فيما نحتاج فقط إلى علاج خارجي في المنزل الحمد لله الوفيات كانت هناك حالة وفاة واحدة على ما أعلم في هذه الفترة وتم رفع حالتان إلى المغشوط بسبب مضاعفات حمى مالاريا على العمومة حمى مالاريا ممكن نقول أنها تحت الحمد لله السيطة ولها فيها الحمد لله هي ضاعفات كثيرة الحمد لله استخدام النموسيات المشبعة والابتعاد عن البرك والمستنقعات إجراءات من بين أخرى تجنب الإصابة بمرض المالاريا حسب المصادر الطبية في المستشفى الواقع الكبار اللي ما عندهم مشاكل عندهم تعود مناعة ضد المرض خالقين الصادر اللي نقال لهم الأطفال والنساء الحوامل والناس الضعاف هذا يعلطهم ما يرقدوا يكون فقب ويعودهم وليحاولوا المستنقعات اللي حلاهم اللي منهم قدوا يردموا ولا يردموا والمهم مهمة كامل القبضة هذه الحماية الوقاية الحقيقية اللي من اسمه ماذا ناموس يقير ما نحن وليلي نعود تلاي نرقد منوية والله لا القبة تندير على الأطفال والناس الضعاف تندير على الوقت خلال الأيام الأخرة سجلت المصالح الجهوية الصحية انخفاضا ملحوظا في حالات الإصابة بالملاريا ما يؤشر على تراجع المنحن الوبائي في هذه المناطق شقر محمد فال لقناة الموريتانية مدينة سيريبابي عقدت جهة أدرار زوال اليوم دورتها الرابعة العادية للعام الجهري برئاسة محمد والشريف العبدالله رئيس الجهة وبحضور المستشار والي أدرار وأعضاء المجلس الجهوي وفي كلمة بهذه المناسبة أبرز مستشار والي أدرار أهمية هذه الدورة بظل المهام الموكلة للجهة في التنمية المحلية ودعم التعليم وفك العزلة وتقديم الخدمات الصحية وخصصت هذه الدورة للمصادقة على الميزانية التسيرية للعام الفين واربع وعشرين وتقييم أداء ونشاطات المجلس الجهوي خلال الفترة الماضية إضافة إلى تقرير ما بين الدورتين ونقاط متفرقة أخرى رئيس جهة أدرار بين أهداف الدورة العادية الرابعة لسنة الحالية أنا أرحب بكم مليوم في دارة جديدة المجلس الجهوي التي تنعقد في ظلي ما تشهد هربلات الديناميكية للعمل الحكومي وهي مناسبة لجهة أدرار للتأكيد على مسؤوليتها في التنمية المحلية وحرصها على متابعة خطتها التنموية في جميع المجالات التي تمس من تحسين ظروف الساكنة أيها الحضور إن جدوى العمال للجلس العادية الرابعة التي هي بين أيدينا يتضمن عدة نقاط بينها المصادقة على ميزانية العام 2025 ونقاط متفرقة وقبل أن ننهي كلمتي نوضح أن الجهة عاكفة على تنفيذ برنامج سيكون له انحكاسات على التعليم وفك العزلة ودعم تاجية المزارعين وتشغيل الشباب من خلال مشاريع مضرر للداخل نبقى في ولاية أدرار حيث اختتمت ليلة أمس فيواد تونقاد فعاليات النسخة الأولى من مهرجان شباب تونقاد للثقافة والتنمية وتضمن اليوم الأخير من فعاليات المهرجان تقديم كميات من الأسمدة والبذور للمزارعين ضمن الجهود الهدفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الخضروات والحبوب في اليوم الأخير من فعاليات مهرجان شباب تونقاد لثقافة والتنمية تم تزيع كميات من الأسفلية والبذور لصالح المزارعين تتي هذه العملية في إطال جهود الرام لا تشيع الاكتفاء ذاتي في مجال الخضروات والحبوب نحن اليوم في اليوم الختامي للمهرجان شباب تونقاد اللي كان منظم في هذه الأيام لمستوى القرية واليوم جايين لأبدعم للمزارعين من البذور والأسمدة لتعاونهم وهذه الكمية تقعد ما هي جازيتهم يقير الليالك دعم أول من ونختار الدولة تصد على المزارعين من جانب المزارعون أكد وهمية توزيع هذه المدخلات الزراعية التي تأتي في وقتها هذا اللي عدل شبابنا راجعين عن يعود هو أحسن شيء في ولاية درار دعمهم للمزارعين ما أعطاهم الأولوية للمزارعين جابونا الحمد لله كمية من السمدة المعتبراء لما كان المزارع قد يحصل لها ما هو بكمية هاي لم يفضل ما هي عنده الصباح هذا اللي قال عنه قط للمزارع قايتم تسميت من اللي كنا نعدلش إلى جهدنا وضرك جبرنا دعم إن شاء الله نزيدوا لهم في الاقتصاد إن شاء الله نزيدوا الأسواق اللي راجعين عند الله تبارك وتعالى أن نعودوا من أحسن مسويق في الأسواق بنا هذا يجراج برنامج التظاهرة تضمن أيضا قامت سهرات فنية عجتها فرق محلية تم طيل لها تقديم فقرات من الفطرور المحلي عكست جوانب من الموروث الثقافي لتونقاد هذا المهرجان أحياء موروث ثقافي هذا المهرجان أحياء موروث ثقافي في قرية تونقاد كان حكم الله اندذر وقامت ودي العياد تذكية رجعت له تراث الفولكلور اللي أصلا معروفة به تونقاد به الشيذة اللي نقال لبنجف موريتاني كان أصلا بثاقها من هون على كل حال في الحقيقة هذا المهرجان نعش اللي نقال في الساحة الثقافية هون على مستوى القرية هون لأن حكم شبه كانت ميتة الحمد لله له الناس الليلة في أجواء أجواء تبارك الله الصهرات اللي كانت تبارك الله كانت مليئة بالفراح وكانت الودباء تبارك الله وحتى مشاء الله الفلكلور والمدح وسهرة كانت مريحة والناس كاملة فتبارك الله في جو ما كانت تألف بليالي الناس الحمد لله عادت عليها ذو الوقت الحمد لله ما كان عادت عليها رقاج من هواعي هذه القرية الحمد لله صهرت مرحباً مرحباً وقد وقد استطاع القائمون على الصناعة التقليدية بالإعصابة تطوير هذه الصناعة لتواكب المتطلبات والحاجيات المتجددة للزبناء في سوق مدينة كيفا تأخذ الصناعة التقليدية الموريتانية حيزاً مكانياً يتباهى فيه الصناع التقليديون من نساء ورجال بمستوى ذراء أفكارهم وما أنجزته أيادهم من معدات وآلات ومستلزمات قديمة تأخذ مكانتها في الدورة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما تزال الصناعة التقليدية الموريتانية تجسد ذقافة مجتمع اجبرته الظروف على الخلق والابتكار تلبية لمتطلبات دورة من الحياة تأخذ أشكالها وألوانها حسب الزمان والمكان كما تعكس الصناعة التقليدية جانباً من خصوبة الفكر الموريتاني وقدرته على الأخذ والعطاء وتعد الصناعة النسائية في سوق مدينة كيفا أكثر الصناعات اليدوية انتشارة نتيجة لإقبال ربات البيوت عليها ورغبته في تزيين المنازل بما تحويه من أواني ومستلزمات صناعة التقليدية في ولاية الأصابة سوف نقول لكم أنها متوفرة فيها كل شيء كامل كل شيء مورود متوفرة في صناعة التقليدية في ولاية الأصابة لا شغلة النساء ولا شغلة الرجال والصناعة التقليدية هنا نحتسب أنها هي منتشأ موريتان موريتان انتشات على الشيء قالوا الصناعة التقليدية بداية من عند الخائمة للوح لرحاء للخبطة لجميع منتجات صناعة التقليدية نحن عندنا الألات التي يطلبون يوميا يطلبهم الخارج من بين الذين يطورون الشغل الشغل التقليدية والشغل الحديث بالنسبة لنا بداية العصابة شاكرين الرئيس محمد والشيخ القزواني الذي هو الدار الروح والشيء قاله قطاع الصناعة التقليدية في المقابل ما تزال الحرف اليدوية لدى الرجال مقاومة كل عوامل الاندذار وذلك بإشراف مباشر من رجال وردوا المهنة عن آبائهم وظلوا متمسكين بها متشبذين بتفاصلها وأصالتها أصلا والدي عدلها وعايش فيها وبقطع ليه الحمد لله السبعينيات حامد المولان وشاكم ومن ذلك الساعة اللاجها ينقدمها عدلت معها يا سلهاني شو عندنا شي نقول له الزبرة وعندنا الحانوج وعندنا القادوم نعدلوها البوادي هون الريف هون كامل الحمد لله ونعدلو آلات الحريثة كيه واجيل وكيه اللواح وكيه السكين وكيه كامل اللي يصرح لحراه ونعدلو مليك الشغل الثاني اللي يتعدل المشارع مؤخرا لفتدي صناعة التقليدية على مستوى العصاب انتباه بعض الشباب في مدينة كيفة والتحقوا بالركب من أجل الاستثمار في المجال لتوفير حاجيات السوق من هذه المستلزمات سبيلا إلى خلق فرص عمل تمكنهم من تأمين حياة كريمة وعندلو صفافة أبو الموريتانية مدينة كيفة نهاية نشرة الولايات إلى عنوانيها الرئيسيين سلطة الإدارية بولايتي البراكنا وترارزة تواصل جهود مؤازرة وإيواء المتضررين من فيضانات النهر مصالح الصحية في ولاية جيدي ماغا تكثف شهودها الهادفة إلى تصدي لحنب الملاريا للقاء